بحث محافظ محافظة حضرموت مبقوط مبارك بن ماضي بالمكلس بالتعزيز وتنسيق العلاقة التقافية والفنية مع الجهات الرسمية والملتقيات ورجال الفكري والثقافة والشعب سلطانة عمان الشقيقة وذلك بحضور الأمينة العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ صالح عبود العمقي ومدير عام مكتب الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ ماهر بن صالح وتبادل المحافظ مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للأدباء والشعراء العرب بسلطانة عمان رئيس ديوانية لقاء الأحبة الفنية والثقافية بوبافار عبدالقادر البلوشي والشاعر والباحث في شؤون التاريخ فتح المخاني سبل تنسيق جوانب التبادل الثقافي والفني بين المثقفي وفناني حضرموت ونظائرهم بسلطانة عمان الشقيقة كما جرت تنسيق المتبادل للمشاركة الفعالة بين الجانبين في مهرجان البلد بالمكلة وخريف ضفار وأكد محافظ حضرموت عمق العلاقات الأخوية وحسن الجوار مع الإشقاء بسلطانة عمان الشقيقة والحرص على التعزيز جوانب التبادل الثقافي والفني الذي تصفر به البلدين الجارين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر